بيبدأ الفيلم باتنين بيجهزوا الحفلة شاوية علشان جايلهم ضيف مهمة على العشا اول ما تشوف الفيلم هتقول ان ام وابنها بيجهزوا للحفلة لكن المفاجأة واللي هي موضوع الفيلم ان اللي اتنين دول زوجين اضيفة اللي جاية على العشا هي ليزا ممثلة دخل فيلم بيتكلم عن قصة جواز الزوجين دول واللي هما جارزي وجو واللي بتكون قصتهم في منتهى الغرابة بتوصل ليزا وبتستقبلها جارزي بحفاوة جديدة وبتوعدها ليزا انها تحاول تحسن صورتها قدام المجتمع اللي رفضها بسبب اللي عملته وبتقعد ليزا مع صديقة جارزي وبتسألها على حاجات تساعدها في تكوين صورة علشان الشخصية اللي هتمثلها بنشوف ليزا وهي بتراجع قصص الصحف القديمة واللي بتتكلم عن الحدثة ووقتها بنعرف ان جارزي دخلت في علاقة مع جو اللي كان وقتها في عمر ابنها 13 سنة ودخلت معاه في علاقة وحملت منه القضاء بيشوف جارزي على انها سفاحة الاندر ايج وهي كده فعلا الصراحة فبيدخلوها السجن اللي بتدخله وهي حامل في ابنها من جو وبتولد جو السجن بتخرج من السجن وبتتطور علاقتها بجو وبيتجاوزه فعلا وبتخلف منه اتنين توقام تاني غير التلات اللي كانوا عندها من جزء الاولاني على العشب تتكلم جارزي وجو مع ليزا وبتعرف منهم معلومات اكتر زي انها عارفت جو اسنق شغله في متجر للحيوانات الاليفة بعد ما تشدت له لما شافته في المدرسة مع ابنها وهم في الصف السابع بتسألها ليزا طيب عن علاقتها بولدها بتتضايق بالسؤال وبتقول لها وده ايه علاقته بالموضوع فبتقول لها ان الايجابة هتساعدها في بناء الشخصية فبتقول لها ان علاقتها بيهم تمام وهنروح بعيد ليه بعد كم يوم حفل التخرج ولادها التوقام وهيكون في نفس الوقت تخرج احفادها وكلهم هيكونوا هناك ممكن تتأكدي من ان علاقتنا كويسة بنفسك ده يعني لو فضلت لسه مشرفانة بتخرج ليزا من البيت وبيروح جوي وصلها وهي بتوصله بتقوله انت مش شايف ان عمرك ده 36 صغير على ان يكون عنده ولاد بيتخرجوا من المدرسة ودخلين الجامعة ده انا قدك ولسه يدوب بفكر اخلف ولا لا انت قفلت اللعبة بدري قوي بصراحة ليزا بتروح تقابل الشخص اللي كان الزوج السابق لجيرسي وبيحكي لها عن ازاي تجاوزوا ان حياتهم كانت هادية جدا لدرجة انه استغرب اللي حصل وان عارف زي وزي الناس ان مراته ماشي مع عيل فضر عيالها بتطلع من المقابلة على متجر ملابس وجيرسي بتختار فستين لبنتها جيرسي بتقول لها انها عارفت انها قبلت توم جوزها السابق واليزا بتقول لها انها قدرت تفهم هما ليس ببعض هو وسيم بس عادي وهادي فبتقول لها انها كانت مضطرة اصل ابوها قال لها يا تخرجي من هنا على بيت جوزك يا تخرجي على القبر فاختارت تتجوز اي حد وتجرسهم بعد كده بيقلب جو في صوره القديمة وبتقلب ليزا كمان في صورهم وبيروح جو علشان يقابلها في بيتها وبيتكلم وسوا عنه وعن الفيلم وفي اخر المقابلة بتطلب منه ليزا انه مايقولش لحد انهم اتقابله وبيكون جو مش فاهم هي ليه بتطلب منه الطلب ده ودلوقتي بتروح ليزا علشان تقابل المحامي اللي كان ماسك لها القضية وبيقول لها انه شاف جرسي بالصدفة في الاسم بعد ما اتقابد عليها في وضع مخل حكت له اللي حصل وانهم اخدوها وهي في وضع غرامي مع حبيبها ومش فاهمة هم ليه عملوا كده بيقول لها المحامي ان لغاية اخر وقت ما كانتش شايفة نفسها غلطانة وانها كانت متصورة انها هتقول للقاضي انهم بيحبوا بعد فيسبها في نفس المكان بيكون موجود جورج ابن جرسي واللي كان زيميل جو وبيعرفوا المحامي عليها لكنه بيقوله انه عارفها وعارف موضوع الفيلم وبيسألها على كده هيدكي فلوس كتير في الفيلم ده ولا واجع قلبه على الفادي فبتقوله انه فيلمه مستقل ما فيهوش فلوس وبتسأله عارف ازاي موضوع مامته وصاحبه بيقول لها جو انه عارف من اخوه ما كانش مسدقه كان مفكر انه بيستفزه بشيء سخيف بس طالع بجد وروح لابوه لقاه عارف ومن الصدمة فضل يخبط ايده في الحيطة لغاية ما جاب الدم وان الكلام ده كله كان قبل حفلة عيد ميلاده بكم يوم كل الناس نسيت امر عيد ميلاده الا واحد وجاله البيت وحصل يومها حاجة غيرت حياته واثرت فيه للابد بعدها بيسيبها وبيقوم ووقتها المحامي بيقول لها زي ما انت شايفة كده الامر ما يخلاش من الضحايا وجرج ضحية بيروح جول ابوه بيقوله ان جيرسي بتسأله هيروح حفلة تخرج ولاده من المدرسة ازاي ابوه بيقوله انه هيتصرف وبيبوصله بس كلها حسرة على اللي عمله في نفسه جوه البيت بتطلب ليزا من جيرسي انها تقول لها على انواع الميكاب اللي بتفضلها فبتتضيق جيرسي وبتلاحظ ليزا فبتقول لها النداء علشان الفيلم وبتقول لها كمان يكون افضل لو حطت لها الميكاب بنفسها وهي بتحط لها بيفضلوا اللي اتنين يتكلموا عن امهاتهم تاني يوم بتطلب جيرسي من جوه انه يفضي البيت من الحشرات بتاعته وبتعرض ليزا انها تساعده وبرة بيتكلموا سوا عن شغله وحبه للحشرات وبعدها بيخرجوا يتماشوا في المنطقة اللي سكنين فيها وبتسألوا ليزا اذا كانوا مبسوط ولو حاسسوا النضاحية بيقول لها جوه ان الناس فهم النضاحية بس الموضوع مش كده وانه مبسوط ولو ما كانش مبسوط ما كانش فضل عايش معاها 24 سنة كاملة بيرجع جوه البيت وبيلاقي جيرسي منهارة من العيات بسبب ان العميلة اللي طلبت منها الكعكة لغتها ولغت كل الطلبيات اللي بعدها وانها زعلانة على مجهودها والوقت اللي كان ممكن تعمل فيه حاجة تانية بيقول لها ما تزعليش وبتسأله كان فين فبيقول لها انه كان بيتمشى مع ليزا فبتقوله ان ليزا دي زودتها قوي وانها خلاص بتأت تجيب اخرها منها فبيقول لها تستحملها كلها ايام وتمشي وانه هم اللي محتاجين الفيلم ده علشان الناس تعرف الحقيقة وبيحضنها علشان يطمنها كمان بيأكل الكيك بتاعتها علشان ما تزعلش فبتفرح جيرسي جدا مخرج الفيلم بيكلم ليزا بيسألها عملتي ايه مع جيرسي وبيقول لها تشهل شوية علشان المنتج ابتدى يتخنق فبتقوله انها خلاص قرب التخلص تاني يوم بيروح جو مع بنته علشان تستقبل اختها اللي جاية تحت رحفل تخرج اخوتها وبيطلع جو على السطح يتأمل في السماء شوية وهو قاعد بيطلع ابنه يقعد جنبه وبيعرض عليه يشرب سجارة معاه خد سجارة يا رمضان بياخد رمضان السجارة اه قصدي جو وبيععد يقح يقح فبيعيت ويعتذر لابنه لانه عمره مشارب وانه مش عارف يبقى قب كويس ليه لانه مش فاهم جيله فبيقوله ابنه اشت يا بابا انت كده تمام بيعودوا كلهم في مكان برا البيت والاول مرة من بداية الفيلم بيتجمع كل اولاد جيرسي فبتسألها ليزا عن احساسها وكل اولادها متجمعين معاها فبتقول لها انهم تمام وانها يريد تسيبهم وتمشي بقى علشان يعودوا مع بعض الوحدهم شوية وتطلب من جونه يوصلها وهي برا مستنيا بيخرج جورج ابنها وبيقول ليزا على سر خطير جدا وهي ان اخواتها اللي هم اخواله كانوا دايما بيعتدوا عليها وهي صغيرة وده سبب لها اتراب وعلشان كده هي طول الوقت مش مظبوطة وهو مش بيفهمها علشان كده هو بعيد في الوقت ده بيخرج جوه في الطريق بتتعمد ليزا انها تقوحها قدامه جامد جدا علشان تجبره يسألها مالها فتقوله ان جهاز الربو بتاعها مش عارف تشغله وبكده تكون استدرجته علشان يقولها انه مستعد يطلع معاها يصلحه فوق الفيس بتقع في الراس وبيحصل اللي حصل رغم انه اكد لها انه عمره مخان جارسي بس هي حسسته انها معجبة بيه وبعد ما حصل اللي حصل بيفهم من كلامها انها عملت كده علشان تحس بشعور الشخصية مش علشانه فبيتعصب جدا لانه كان فكر انه اخيرا حد اعجب بيه وبقى مرغوب فيه من حد غير جارسي الحركة دي بتخليه روح يتحول على جارسي ويقولها انه محتاج يعد النظر في علاقتهم وانها دحكت عليه واستغلته وتغرغارت بيه وهي بتقوله انه هو اللي غرغر بيها وهي مسكينة هي ست وهو الراجل مش فاهمة الحقيقة راجل الا عنده 13 سنة دا يا ست جارسي بتلبس ليزا شخصية جارسي خلاص وبتعمل فيديو تكلم فيه جوه وتقوله انها بتحبه وبكده تكون ليزا مستعدة تماما تدخل الفيلم وبتحاول تنفس عن غضبها فبتخرج تصطاد زي ما كانت بتعمل مع والدها زمان بتبدأ حفلة تخرج التوقم كلهم بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على الحفلة الا جوه كان بره وبيرقبهم من بعيد وبيعيط والاول مرة بيحس ان شبابه راح وان مكانه ما كانش لازم يبقى هنا دلوقتي خلاص ليزا بتودع جارسي وبتكون جاهزة انها تبدأ تصوير الفيلم اللي بنشوفه بيتصور فعلا مع اخر مشهد في فيلمينا النهاردة شكرا